العمل التطوعي في سلطنة عمان ركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية التي تأسست على الشراكة أفراد وجماعات ومؤسسات حكومية وأهلية وتطوعية العمل التطوعي دائما يعطي الإيقابية ويعطي الحماس ويعطي طاقة غير طبيعية لأن تفرغ الطاقة السلبية وتعطي الطاقة الإيقابية ورأي أنصح جميع المواطنين أنه دائما يشاركوا في الأعمال التطوعية في الحملات في الأشياء التي تخص التطوع بشكل عام مع أي فريق نحن نشقع دائما على التطوع ممارسة العمل التطوعي في المجتمع العماني يكشف الوعي التام والقدرة على التكافل الاجتماعي والاقتصادية ويتأسس العمل التطوعي على قدرة المتطوعين في فهم الرؤى التنموية وقدرتهم على المشاركة الفاعلة في تنفيذ هذه الرؤى من خلال الممارسة والمشاركة والإجراء التطوع هو بذل الجهد وتحمل المسؤولية لذلك يجب علينا تقديم المساعدة الإنسانية كما وص أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث من تطوع خيرا فهو خير له لذلك أوجه رسالة لجميع المجتمع بالمشاركة في هذه الفرق التطوعية والخيرية واحتفاءا بيوم التطوع في محافظة الجنوب الشرقية تم تكريم الفرق التطوعية بولايات المحافظة وذلك لجهود المتطوعين لتعزيز قيم التعاون والمشاركة المجتمعية العمل التطوعي في سلطنات عمان يتخذ أشكالا متعددة تسهم في تحقيق التنمية المجتمعية لرؤية عمان 2040 صالح بن حمد الحبسي محافظة الجنوب الشرقية